بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين يعد قطاع التربية والتعليم أحد أهم أدوات التنمية المجتمعية ووسائل صناعة نهضة البلد وتطوره كونه يمثل مصنع العقول المفكرة والمبدعة التي تصنع التغيير ولا شك في أن هذا القطاع كبقية القطاعات الأخرى قد طاله العجز في التخطيط العلمي المدروس وشابته ممارسات سلبية أقضت إلى تدهوره وتصدر العديد من القضايا والتحديات في أعادة الإعمار والتطوير في العراق وتبقى مشاكل التربية والتعليم عديدة ومتنوعة بعضها موروث عن الحقبات السابقة والبعض الآخر بسبب أساليب التعليم القديمة التي لم تستطع الأجهزة التربوية والتعليمية الخروج منها حتى الآن وهناك آراء تتراكم حول مجمل المسائل التربوية والتعليمية وتتجمع من حولها وجهات النظر المختلفة وقد يكون من المفيد وجود التباين في مداخل البحث عن الحاجة الملحة للتطوير والتحديث وكيفية تدارك وتجاوز نقاط الضعف وعناصر الخلل ومنهجية معالجة الإشكالات المحيطة والمتصدرة بهذا الشأن لكن يبقى من المفيد جدا دراستها ضمن الواقع الاجتماعي والثقافي لبلدنا وفي البين تتصدر أمور منها غياب التخطيط الاستراتيجي للنظام التربوي والتعليمي والتخبط بتغيرات سريعة وعشوائية مرتجلة أيضا بلت أعداد المدارس مما أنتج ما يسمى بالدوام الثنائي تدني الدعم الحكومي غياب المكتبات والمختبرات العلمية والقاعات والمساحات اللاصفية في معظم المدارس اكتباض القاعات الدراسية بأعداد كبيرة من الطلاب والتلاميذ تفوق الطاقة الاستيعابية لها من حيث العدد النموذجي لكل قاعة أيضا تقليص عدد الساعات الدراسية بسبب ازدواجية المدارس مما أدى إلى تدني المستوى التربوي والعلمي والتعليمي للطلب والتلاميذ سوء الأوضاع الاقتصادية للمعلمين والمعلمات تفشي البيروقراطية في معظم الإدارات المدرسية التي تخلت عن دورها القيادي التربوي والتعليمي الضحف النسبي في الإشراف التربوي بتوجيه المعلمين وتدريبهم نسبيا طبعا ضحف الحوار والاتصال ما بين المدارس إدارة وهيئة تعليم والآباء والأمهات مما أدى إلى تجاهل مشاكل الطلب والتلاميذ وإهمال معاناتهم أيضا تعطيل الدراسة لفترات طويلة ولأسباب عديدة ومختلفة استخدام الوسائل والأساليب القديمة في عمليات قياس وتقييم الطلبة ومدى استيعابهم للمواد الدراسية المختلفة هذا وغيره على طاولة نقاش الليلة وعنوان الحلقة العام الدراسي الجديد تحديات ومساعي برفقة الأستاذ مردان الديري مدير عام تربية النجف الأشرف عبر سكايب من النجف الأشرف وعبر سكايب أيضا من بغداد الأستاذ عباس سوداني نقيب المعلمين العراقيين قبل الخوض بالنقاش نشاهد التقرير معنا رافقونا ما إن بدأ العام الدراسي الجديد حتى ظهرت المشاكل المتفاقمة والتي تكاد أن تكون معاناة سنوية للعوائل العراقية فشح الإمكانات والأدوات التقليدية بعملية التعليم وعدم تمكين السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بشأنه لا يمكن أن تدفع به إلى التقدم مما يجعله منذ سنوات عديدة أسير مشاكل اكتظاظ الصفوف وقلتها ونقص المعلمين فضلا عن عدم تجيز الكتب المدرسية كتب ماكو عندي ابني بالسادس أعدادي لازم هسا أنا أشترينا كتب رحت للمدرسة يقولون ما عدنا غير بس فيه زيان هم يقولون مناهج تغيرت اللغة التطبيقي والأحياء اللغة لازم كتب جديدة زيان بشرفك هسا أنا أشتري هذا بالسادس أشتري هاي من رابع أعدادي زيان أنتم وتقولون التعليم مجاني هسا لازم تشتري قرطاسية ولازم تشتري هذا لرجال معوق زيان الله بذلك هسا أنا ما أقدر يمكن هسا فكرت واحد من أدهم أخلي داهم واحدة بطل المشاكل لا تنتهي عند نقص المناهج الدراسية وتطوير التعليم بل امتدت لتشمل النقص الكبير في الأبنية المدرسية ووجود المدارس الكراظانية والأثاث المدرسية ومقاعد الطلبة الأمر الذي جعل الكثير من المدارس تلجأ إلى العمل بنظام الدوامات الثنائية والثلاثية مع وجود ندرة في المدارس التي تستغل بدوام واحد فقط حاجة كربلاء الفعلية اليوم تقريبا 300 بناية مدرسية يجب أن تبنى وتضاف إلى الخدمة لفكل الزواج الثنائي والثلاثي مدارس طينية ما عدنا في كربلاء في باقي المحافظات موجودة نحن الحمد لله ما عدنا لكن عدنا مدارس كربانية وعدنا دوام ثلاثي في بعض المناطق المكتظة المدارس المنجزة في نهاية العام الماضي وهذا العام لحد الآن 20 مدارسة جديدة تم افتتاحها في الأسبوع الماضي تم افتتاح أربع مدارس في قضاء المركز وهناك عشر مدارس من المؤمل أن تنجز في الشهر القادم نسب إنجازها هي متقدمة جدا هذا طبعا يؤدي إلى تخفيف الزخم ولكن تبقى الأزمة مستمرة غياب التخطيط والستراتيجية الواضحة في وضع الحلول لملف التعليم الشائك وعدم الجدية من قبل الحكومات المتعاقبة لإيجاد مخرج لهذه الأزمة المتكررة الأمر الذي يجعله من بدء العام الدراسي الجديد مشكلة مادية أخرى تضاف على كاهل العوائل العراقية لبرنامج نقطة الضوء علي الخالدي كربلاء المقدسة أهلا بكم مجددا سادتي الكرام والأحبة تحية لزميل عالي الخالدي والتحية مجددا لضيوفي عبر سكايب من بغداد نقيب المعلمين العراقين أستاذ عباس سوداني حياق الله وأيضا من النجف الأشرف عبر سكايب مدير عام تربية النجف الأشرف الأستاذ مردان البديري وأسأل جنابك أستاذ مردان إن شاء الله يجهزوننا الأحبة الاتصال ويأة الأساتذة من بغداد نقيب المعلمين المقر العام الأستاذ عباس السوداني نتابع معه ما تقدمه نقابة المعلمين وأيضا نتابع سير العمل الإداري من قبل المديريات العامة وإنموذجا لها مديرية النجف الأشرف مديرية تربية النجف الأشرف نواكب العمل في هذه المديريات وأيضا نحاول أن نركز على هذا العام الجديد نحن في أيامه الأولى نتابع الكوادر التدريسية وإمكانات المديريات العامة في عموم المحافظات لتوفير الكوادر التدريسية أيضا مسألة التنقلات وأيضا مسألة أجواء المدارس أجواء الدراسية بالنسبة للتلاميذ والطلبة إن شاء الله نواكب هذه الجزئيات مع مدير عام تربية النجف الأشرف وأيضا نواكب الدور الذي ممكن أن تلعبه نقابة المعلمين وتجسدهم وتتابع حقوق المعلمين كمقر عام وأيضا الفروح في أموم المحافظات الدور الذي يقع على عاتق نقابة المعلمين كبير جدا على مستوى حقوق الكوادر التربوية التعليمية ومواكبتها وأيضا يمكن في أوقات مختلفة كان هناك الكثير من الحراك التظاهري لمجموعة من الكوادر التربوية وكان في فترات معينة النقابة جزء من هذا الحراك وفي فترات أخرى بعيدة مواكب هذه الجزيات وأيضا لا بد من أن يكون للنقابة دور كبير ومهم ولاعب أساسي في مواكبة مسيرة المسيرة التعليمية لا سيما ونحن في أيامها الأولى لا بد من أن تأخذ النقابة دورها المراقب والمتابع لسير العملية التربوية في عموم المحافظات وأيضا النقابة كمقر عام كمواكب باعتبارها متابعة وأيضا راعية لحقوق المؤسسة التعليمية وأيضا كوادر المؤسسة التعليمية وأيضا بمثابة بصورة أخرى تحتبر رقابة ومتابعة لسير العملية التربوية في عموم البلد وهذا مهم ولذلك احنا ارتعنا أن يكون جزء أساسي مما نبحثه في هذه الحلقة ربما إن شاء الله نحاول نثير أهم النقاط الرئيسية التي نحتاج متابعتها في عام جديد ونحن مقبلين على عام جديد نحاول دائما أن نبعد المؤسسة التعليمية وكل جزياتها وكل ما يتعلق بالمسيرة التعليمية والمشوار التعليمي بعيد عن كل الظروف الأخرى الحمد لله في هذه الفترة الأجواء جيدة ومناسبة لكن بشكل عام نحاول وندفع باتجاه أن تكون المسيرة التعليمية والأجواء التعليمية بشكل عام هي بعيدة عن الظروف السياسية عن الظروف والمناخات المختلفة التي في حين وآخر يشهدها البلد باعتبار الجو التعليمي لا بد من أن يكون بمعزل عن كل الأجواء المختلفة وأيضا نؤكد على أن يكون التغييرات وأيضا المفاصل الإدارية أيضا تكون بعيدة عن الأجواء السياسية والأجواء الأخرى اللي إذا تدخل في محترك معين راح تأثر عليه بشكل كبير كيف ونحن نتحدث عن التربية والمسيرة التعليمية وهذا الجانب المهم اللي هو بكل تفاصيل هو حساس ومهم ويحتاج أن يكون بمعزل عن كل الظروف المختلفة والأجواء المختلفة إن شاء الله معرف الزملاء أمنونا الاتصال وي أحب إن شاء الله لحظات يشيرونا زملاء ويأمنونا الاتصال عبر سكايب مثل ما أشرنا من بغداد راح نكون ويا الأستاذ عباس السوداني نقيب المعلمين ونواكب ويا جانب دور النقابة وأيضا من النجف الأشرف نتابع مع الأستاذ مردان البديري مدير عام تربية النجف الأشرف كأنموذج لعمل وأيضا طبيعة عمل المديريات التربية في عموم المحافظات نحن نعرف أنه هناك الكثير من الصلاحيات حيز الصلاحيات لدى المديريات العامة في عموم المحافظات لابد من طبعا نسمعنا كثيرا قبل أكثر من شهر كان هناك تصريح من وزارة التربية باستعدادها لعام جديد وهذا يضع على عاتق الوزارة جهد كبير وبسؤولية كبيرة باعتبار أنها صرحت من أيام طويلة أنهم مستعدين لعام جديد أريد أن نبحث مسألة أنه التأخير بالكتب المنهجية كثير من المدارس وبعموم المحافظات ما وصل المنهج بشكل كامل أيضا نبحث مسألة الدوامات المتكررة أكثر من دوام في مدرسة واحدة وهذا يأثر على طبيعة الوقت باحتبار الطالب إذا يدوم صباحا يختلف عن مساء وأيضا رح يتسبب بتقليل ساعات الدوام باحتبار رأيك دوام آخر وراف راح تضطر الهيئة الإدارية في هذه المدرسة وتلك أن تقلل من ساعات أو تأخذ بنظر الاحتبار أن هناك دوام آخر وهذه الجزئيات المهمة والتي تأثر بتأثير مباشر ودقيق على سير العملية التربوية إن شاء الله نبحثها معرف يا زملاء منه جاهز ويانا من الاتصالات خلينا نأخذ الأستاذ مردان طبعا بعد التحية لجنابك مدير عام تربية النجف الأشرف أستاذ مردان لبديري أحييك وأرحب بك عبر سكابنة النجف وأيضا وجد الترحيب بحضرتك نقيب المعلمين العراقيين الأستاذ عباس السوداني تحية مجددة لجنابك وأسأل جنابك أستاذ عباس كيف ترى مقدمات العام لدراسي الجديد أستاذ عباس تسمعني زملاء أستاذ عباس يسمعنا أستاذ عباس السلام عليكم ورحمة الله شباب حاولونا صوت أستاذ عباس ماذا أسمع أستاذ عباس تسمعنا جيدا أستمعك نعم تحياتنا لجنابك أرحب بك وأهلا ومرحبا لجنابك سألة حضرتك كيف تقيم كيف ترى مقدمات العام لدراسي الجديد طبعا مداية نحيق وضيفك الكريم أخي العزيز الأستاذ مردان وجميعكم مشاهدي بلاتكم والعراء واقعا مداية العام الدراسي الجديد يعني يتمنى الشعب العراق أن يكون عام دراسي حافظ بالنجاح والعطاء ولكن نتحدث صراحة وضع العملية التربوية وضع طبعا لحد هذه اللحظة وغير جيد بسبب أسباب عديدة منها البنى التحتية كما ذكرت في تقرير الجميل وكذلك رضية الأستاذ الكامل لطباعة الكتب حدها طلبة يشكون عدم تسلمهم كتب المناهج ليكون يفترض أن يكون جاهز قبل بدء العام الدراسي ومهيئ في المدارس طبعا هذه مشاكل اعتادة عليها الشارع العراقي والأسف الشديد لم تعالج بشكل ترقيعي وليس شكل شامل وتام وهذا طبعا هو هذا السؤال الذي دائما كنقارة معلمين نسئله للأخوة المعنيين هناك مشكلة كبيرة جدا للأبنية المدرسية والدوام الثنائي والثلاثي أثر تأثير وسلبي على مستوى العام للعملية الترموية وكذلك أثر تأثير سلبي على راحة التلميذ وراحة الطالب وكذلك راحة كوادرنا الترموية وبالتالي هذه المشكلة لم تحل يعني السيد الكريم مثال بسيط العام الماضي دخول أعداد كبيرة من التلاميذ تقليل تجاوز المليون واربعمائة تلميذ والآن زادوا أربعمائة ألف تلميذ بينما أعلنت وزاعة التربية دخلت المدارس العمل يعني على ضوء القرض الصيني وعدتها تقريبا ما يقارب أربعمائة وخمسين مدرسة إذا نقيس عدد التلاميذ اللي يدخلوا هذا العام مع دخول المدارس في العمل تجد أنه يعني ما سوين شيء ولم يكن هناك علاج تام وشامل أو جزئي في قضية الأبنية المدرسية طبعا هاي مشكلة مشكلة يعاني تعالى منها العملية التربوية أعتقد هناك يعني التقصير واضح اللي حل هاي المشكلة على مستوى بغداد والمحافظات كافة يعني اليوم نمو سكانة كبير جدا يعني متميز على الدول العربية الدول الأقليمية الدول المجاورة بالنسبة للشعب العراقي ولذلك يعني اليوم بحاجة ماسة إلى يعني إكمال البنى التحتية للواقع التربوية نعم أحسنت أستاذ عباس محلي أن أنتقل لأستاذ مردان وجدد تحية والترحيب جنابك أستاذ البديري ويعني أضع أمامك الملاحظات التي سجلها نقابة المعلمين تحدث أستاذ عباس عن مجموعة من المشكلات جوهرية تحدث عن مشكلة المنهج تحدث عن مشكلة الدوام المزدوج ثنائي أو ثلاثي تحدث حول ما تفضل به الأستاذ السوداني وأسأل جنابك عن مقدمات العام الدراسي الجديد كيف تسير العملية التربوية وهي في أيامها الأولى نعم حياك الله أستاذ مصطفى تحياتي لكم ولكادر قناتكم ومشاهديكم الكرام وتحياتي لغيفكم الأخ العزيز نقيب المعلمين الأخ الأستاذ عباس السوداني بطرح يعني ليس كل ما ذكر يرمى في سلة وزارة التربية طبعا الكثير من الملاحظات التي تحدث بها الأخ نقيب المعلمين وزارة التربية غير معنية بهذه الأمور وأهمها والمشكلة الأزلية التي مضى عليها عقود ولم يحصل تحسن فيها هو موضوع التخطيطات المالية الجميع يعلم أن تخطيطات وزارة التربية هي تخطيطات قليلة جدا يعني لا تفي بمتطلبات وزارة التربية ولا ننسى أن موازنة عام 2023 و24 و25 أقرت في منتصف حزيران وأكيد هذا التاريخ يعني تاريخ قريب جدا من بدل عام الدراسي اللي هو في الأول منتشرين الأول كل هذه الظروف حالت دون إكمال بعض المستلزمات وأهمها مستلزمات طبع الكتب المدرسية طبعا موضوع طبع الكتب يعني نتحدث عن بعض التقصير البطيط لكن في هذه اللحظة ولغاية اليوم معالي وزير التربية طبعا أوعز بأن تكون مخازن وزارة التربية ومخازن المديرية العاملة التربية مفتوحة بأوقات حتى متأخرة من الليل لتوزيع الكتب على المدارس حتى نتلافى هذا التأخير الذي حصل بهذا السبب بسبب التخصيصات المالية وبسبب التأخير في إقرار الموازنة وفعلا استطاعت وزارة التربية أن تكمل توزيع الكتب المدرسية إلى أبنائنا الطلبة وتلاميذنا في الدراسة الابتدائية بنسبة كاملة وبدأنا أيضا اتباعا في توزيع كتب الدراسة الثانوية ووصلنا إلى نسبة 60% ومستمرة الوزارة بصراحة وبنسبة كبيرة وبسرعة في اكمال طبع المناهج الأخرى العناوين الأخرى وإيطالها للمديريات وتوزيعها على الطلبة هذا فيما يخط ملق الكتب فقط العفو أستاذ البدياري فيما يخص الطباعة نغادر هذه النقطة شنو السبب دائما الوزارة تعمل على تغييرات طبعا هذا الموضوع ملف كبير بعض هناك حتى اتهامات أنه الطباعة جاي تحصل مو من أجل الطرح العلمي ولا لغايات علمية ولا لغايات إدارية بقدر ما هي صفقات معينة بيودي أعرف حضرتك جدا قريب وأعرف الموضوع من جنابك لماذا تكرار التغير في المنهج التربوي طبعا سواء بالنسبة للثانوية أو بالنسبة للتلاميذ حبيب أستاذ مصطفى طبعا موضوع التغييرات في بعض المناهج بعض المناهج أكيد للحداثة ومواكبة للمناهج في الدول المجاورة ومواكبة التعليم الحديث هذا لو كان هناك تغيير في المناهج في الدول المجاورة ومواكبتها لكن اليوم هناك تحديات كبيرة سواء في موضوع طبع الكتب الدراتية وفي مواضيع أخرى لكن في هذه النقطة وفي هذه الجزئية بذلك هناك أيضا تحديات كبيرة نعم في هذا العام صبت كانت في كتاب من عام 2016 أثير عليها جدل كبير وأثيرت إعلاميا بشكل كبير اصطرت وزارة التربية إلى تغيير هذا المنهج هناك تحديات كبيرة حقيقة وحقيقة الأمر لا الهدف منها أنا أفهم أن يكون هناك هدف مادي من هذه التغييرات أبدا بالذات في الحكومة الحالية اهتمام دولة رئيس الوزراء الذي أول رئيس وزراء يزور بوزارة التربية قبل بدء العام الدراتي واهتمام كبير ومطلع على كل الجزئيات التي تحصل في وزارة التربية ويلتقي بالمدراء العامين ويلتقي بمعالي وزير التربية ولاحظنا أن هناك اهتمام كبير من معالي وزير التربية وبشكل دقيق ومتواصل ليلا ونهارا مع المدراء العامين في سبيل تذليل الصعوبات والخلاص من هذه التحديات ووضع عام دراتي جيد هذه حقيقة لا تنكروا أكيد أخي الأستاذ عباد سوداني يعلم من خلال تواصله مع المدراء العامين أن هناك جهود كبيرة بطراحة أحيانا نتحدث مع معالي وزير التربية حتى تحدثنا مع دولة رئيس الوزراء بأن أوسيا نركب وملاحق على إجابات الكتب وإجابات المتابعة لدولة الرئيس ولمعالي وزير التربية اليوم هناك اهتمام كبير نعم أنا أختلف بالرأي مع أخي السوداني أن هذا العام إن شاء الله سيكون عاما متميزا نعم تحديات لكن استطعنا أن نتلافى هذه التحديات وابتدأنا بداية جديدة كان هناك إصرار من وزارة التربية أن يبدأ العام الدراسي في واحد تشرين الأول يعني نعم وزارة التربية تعلم أن هناك مشكلة في توزيع الكتب وطبعها كان ممكن أن تؤخر الدوام إلى الأول من تشرين الثاني مثلا لكن هناك إصرار وتحدي لبداية العام الدراسي أن يكون في وقته الذي كان من سنين طويلة أنه يبدأ في هذا التاريخ وفعلا استطاعت الوزارة أن يبدأ العام الدراسي وبدأنا بتوزيع الكتب والمسلزمات والحمد لله منذ اللحظات الأولى منذ الساعة الثامنة في الأول من تشرين الأول بدأنا بالتدريس لأبنائنا الطلبة لكن أستاذ البديري هذه المقدمات التي تفضل بذكرها أنه لم يكن مقصودا أبدا أبدا لم يكن مقصود لشيء ما نعم طبعا هذه المقدمات التي تفضلت بها حضرتك فيما يخص المنهج يعني ما يوصل كامل وأيضا لا زال هناك الدوام المزدوج هذه المقدمات يخلي المراقب يخلي النقابة المعلمين تخلي في بالها أنه هذا العام ما يختلف أبدا إذا يعني يختلف فهو بجزئيات بسيطة عن الأعوام السالفة اللي الدهور بها مسيرة التعليم خليني أنتقل بعد إذنك للأستاذ عباس وأسأل جنابك يعني تفضل الأستاذ البديري أنه مو كل ما تفضلت بي مسؤولية الوزارة هناك مثل ما تفضل الأستاذ البديري أنه مسألة الموازنة مسائل مالية مسائل أخرى ربما المتراكم من حقب سابقة يعني طريقة اللي إلى الآن هي تسير بها العملية التربوي وكلها أجزاء تتسبب وتكون هي مشاكل وأيضا أسأل جنابك عن إذا ما شخصتم بعض من الملاحظات اللي تفضلتوا بيها وغيرها شنو دور النقابة في معالجة هذا المشاكل اللي شخصوها جنابكم تعقيدنا الأخي العزيز الأستاذ يعني ما أعتقد أنه هي وزارة التربية تتحمل المسؤولية من قد لا مهلاك السوق غير صحيح متبع في طبعات الكتب طبعا لأنه هي مشكلة طبعا رح تبقى مشكلة ولم تعالج إذا لم يعتبروا الحكومة لا بد أن تعتبر السنة الدراسية غير السنة سنة الموازنة يعني اليوم عادة مرة السنوات والشعب العراقي يعلم جيدا وحتى الأستاذ مردان يعني يعلم أنه قضية الكتب طباعة الكتب تأتي متأخرة وعدم إقرار الموازنة سبب يعني كبير جدا بي نعم 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 قطع الاتصال ويا أستاذ عباس شاء الله عودوا الاتصال ويا الأستاذ عباس وأرجع لجنابك أستاذ البديري يعني فعلا أنه المشكلات متراكمة والأسباب كبيرة كثيرة تفضلت حضرتك قضية الموازنة وتأخر إذا ما انقرت فانقرت متأخرة طبعا ربما بالسنتين الجاية ما رح يكون عندنا هاي المشكلة باحتبار هاي الموازنة ثلاثية لكن مع هذا يمكن تتفق ويانا أنه كل الناس اللي عاملينهم أصبحت عدهم تجربة طويلة مع كل هذه المشكلات عايشتوها حضرتك وأغلب مدراء العامين في المحافظات كذلك العاملين في مفاصل الوزارة الحساسة والمكانات الحساسة تعايشتوها هاي المشكلات ليش نفس المشكلات جاي تنعاد ويانا في كل سنة التأخير بالمنهج لازلنا ما قدرنا نحل مسألة الدوام يعني أكثر من دوام في مدرسة واحدة وهذه المشكلات الجوهرية نعم سيد مصطفى طبعا إذا أذكر لك بعض الأرقام ومن خلالها نتواصل بالحديد نعم فضل يعني العدد الطلاب اللي بالعراق حاليا سيد مصطفى يعني عشر ملايين واربعمائة وثمانية وخمسين ألف طالب يعني أكثر من عشر ملايين طالب بالعراق وهذا العدد ليس بالقليل فعلا وهؤلاء الطلبة يرتادون في ستة وعشرين ألف ومية وسبعة واربعين مدرسة بناية مدرسية طبعا العجز اللي بالمدارس العجز اللي في البنايات هذه أرقام بصراحة هي دقيقة من وزارة تربية العجز في البنايات ثمانتالاف تبعمية وأربعة وخمسين بناية مدرسية وأيضا المدارس الثلاثية أنا أصل إلى هذه النقطة قصد من هذه الأرقام حتى أصل إلى هذه النقطة المدارس الثلاثية التي فيها دوام ثلاثية ألف وثلاث عشر ألف وثلاث عشر من بين ٢٢١ ألف ومية وسبعة واربعين مدرسة فقط عندنا ألف وثلاث عشر هي مدارس ثلاثية حاليا والمدارس الكاربانية هي ٩٧١ طبعا ما يخص في المدارس الثلاثية أستاذ مطفى فقط للتنويه على أنه اليوم نعطيك تجربة في النجس أن المدارس الثلاثية حصلت فقط عندما خصصت لوزارة التربية تقصيصات مالية وللمحافظات أيضا تقصيصات مالية لترميم المدارس ووصلت هذه التقصيصات بصراحة متأخرة نظرا لتأخير إقرار الموازنة وفعلا مثلما أشرت جنابك أنه هذه المشكلات لن تحصل بالأعوام القادمة باعتبار أن الموازنة مقرر لـ 24 و 25 فتقصيصات 23 وصلت متأخرة اضطررنا إلى ترميم وطيانة المدارس واضطررنا إلى أن نخرج طلابنا إلى مواقع بديلة اضطررنا إلى الدوام الثلاثي وإلا ما كان عدنا دوام الثلاثي بالنجف وحتى أغلب محافظاتنا عندما يكون دوام الثلاثي 1013 مدرسة فقط من أصل 26 ألف يعني قليل جدا الدوام الثلاثي بمدارسنا المدارس الكاربانية طبعا أيضا مضطرين لها لأنه يعلم جنابك أنه اليوم بالنجف وبعض محافظاتنا وكل مفاصل وزارة التربية اليوم هناك مكانات عشوائية وتكن عشوائي في هذه المحافظات ومضطرين مع هذا التكن العشوائي أن تكون هناك مدارس كاربانية لعدم حصولنا على أراضي حسب الضوابط أن تبنى فيها بنايات مدرسية وأيضا التكاثر في السكان في بعض المناطق سواء بالنجف أو في مكانات أخرى لكن لو تحدثت عن ملف الأبنية المدرسية هذا العام هو أفضل بكثير من الأعوام السابقة اليوم معالي وزير التربية والحكومة الحالية اهتمت كثيرا في ملف الأبنية المدرسية ونتج عن ذلك العمل في مشروع الوزارة رقم واحد جنابك وكل المشاهدين اليوم يعلمون أن هذا البرنامج هو متوقف منذ عام 2011 وبعدد كبير من المدارس في النجف فقط 38 بناية مدرسية كانت متوقفة منذ 2011 ولحد الآن هذا الاهتمام أفرز عن إعادة العمل في هذا المشروع وحصولنا على عدد كبير من البنايات المدرسية ضمن هذا البرنامج البرنامج ضمن هذا المشروع مشروع الوزارة رغم أن الإشراف المباشر على هذا المشروع نعم أؤكد أن الإشراف المباشر على هذا المشروع هو من الأمانة العامة لمجلس الوزراء وليست لوزارة التربية مشروع رقم واحد نعم هو يسمى مشروع الوزارة رقم واحد لكن إشرافه من الأمانة العامة أيضا مشروع القرض الصيني ليس لوزارة التربية أي سبب فيه قد يكون هناك تأخير في العمل نسبة إنجاز أيضا مشروع خاص بالأمانة العامة لمجلس الوزراء وإشراف مباشر من قبل الأمانة العامة كل هذه الأمور اليوم المشاهد يتوقع أن هناك تقصير من وزارة التربية لكن وزارة التربية ليس لها دخل في هذه المشاريع بس رغم ذلك أننا وصلنا إلى مستوى جيد اليوم نتحدث لك بالنجف وصلنا إلى قد نصل إلى امتياز بالأبنية المدرسية عندما وصلنا إلى 800 بناية مدرسية بواقع 1050 مدرسة حكومية يعني عدد البنايات قياسا للمدارس جيد جدا قد نصل إلى أن نكون هناك بنايات مفردة وليست مزدوجة ناهيك عن الدوام الثلاثي لا يوجد على موضوع الصيانة والمدارس الكارفانية في دور الحل دائما يؤكد معالي الوزير أنه لابد من إيجاد حلول للمدارس الكارفانية وإن شاء الله ستحل قريبا ويكون أبنان الطلبة في بنايات مدرسية هذه تحديات أستاذ مصطفى تحديات كبيرة سببها الرئيسي لا أزال أقول سببها الرئيسي هو قلة التخصيصات المالية نعم لكن أستاذ مردان يعني سمحنا أن نتحدث بجزئيات إحنا ما ننظر لأنه أكثر من 10 مليون طالب يتقسمون على أكثر من 26 مدرسة مثل ما تفضلت وإنما ننظر للألف وثلاث ألف 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 وثلاث أحسنت ننظر لهذا الرقم لأنه إحنا بلد ثري والمفروض يتمتع الطالب بكل ما يستحق بلد موازناته كبيرة جدا لذلك أسأل جنابك حتى نغادر هذه الجزئية فيما يخص الدوامات يعني أكثر من دوام في مدرسة واحدة وهذا العدد الكبير في قاعات المدرسة بوجهة نظر جنابك للمشروع الصيني وأيضا للجزئيات التي تفضلت بذكرها متى ستستطيع محافظاتنا مغادرة الدوامات المتكررة في مدرسة واحدة وأيضا هذه المشكلات في العدد الكبير في مدارس ربما يتجاوز عدد الطلاب فيها أو التلاميذ العدد المقارب كثير نعم سيد مصطفى طبعا من المعلومات الحديثة جدا في هذا الموضوع أن هناك صندوق سمي بصندوق العراقي للتنمية في مكتب دولة رئيس الوزراء واهتمام مباشر من دولة رئيس الوزراء في هذا الصندوق وكان هناك إعاذ إلى وزارة التربية والمديريات العامة في تهيئة قطع الأراضي لبناء مدارس ضمن هذا الصندوق العراقي للتنمية وأعتقد أن المبالغ قد وصلت وأكتملت في هذا الصندوق وفقط في انتظار تحديد الأراضي وأيضا القطاع الخاص حسب ما علمنا من دولة الرئيس أن القطاع الخاص جاهز والمبالغ أيضا جاهزة لبناء المدارس وإن شاء الله قريبا جدا السقف اللي نقدر نوفر المدارس الكافية من وجهة نظر حضرتك يعني أستاذ مصطفى أنا حدثتك بزيارة دولة الرئيس لقاء نبي كان يعلم بكل الجزئيات الصغيرة والكبيرة ويعلم عدد البنايات حاجتنا من البنايات المدرسية أيضا هناك خطة تراتيجية لأن يكون هناك دوام حتى دوام مفرد للمدارس أغلب مدارسنا تكون هناك دوام مفرد أيضا هناك برامج لمدارسنا المتميزين المتفوقين والمدارس الموهوبين تكون هناك بنايات خاصة بها كل هذه البنايات خطط لها في مشروع صندوق العراقي للتنبية وإن شاء الله قريبا على ما علمنا أن هناك سرعة في تهيئة فطع الأراضي للمباشرة في هذا الصندوق أنا أحدثك عن هذا الصندوق رغم أننا في محافظة النجف اليوم بكون قريب من هذا الملس أن القرض الصيني إذا اكتمل بفرعيه الأول والثاني ومشروع الوزارة رقم واحد وتنمية الأقاليم التي تم افتتاح فيها 32 بناية مدرسية والقرض الصيني 40 والمرحلة الثانية 125 بناية مدرسية سنصل إلى امتياز وليس هي جيد جدا في ملف الأبنية المدرسية إن شاء الله جيد جدا وهذا يبشرنا بخير طبعا تفضلت حضرتك فيما يخص المنهج أستاذ البديري بالنسبة للثاني هو يقل 60% هل يمكن أن يكمل المنهج للطلاب أيام هوا يصالهم يدامون نعم سأل مصطفى طبعا نحن دائما يعني ليس دفاع وليس دفاع وإنما فقط تعريف عن الحقيقة حقيقة الأمر حقيقة الأمر مبالغ يعني حتى بالأعوام الماضية كان معالي وزير التربية السابق عندما طلب من الحكومة 200 مليار لطبع المبالغ لطبع الكتب حصل على 60 مليار فقط وأيضا كانت هناك مشكلة فالسبب الرئيسي هو قلة التخطيصات المالية يعني ممكن يتأخر أكثر من شهر أستاذ البديري لا لا وزارة التربية جادة إن شاء الله في إكمال مناهجنا في أقرب بقت يعني حتى كان وعد هناك من المديرية العامة لشؤون الإدارية المشرفة على المستلزمات التربوية وطبع الكتب أن يكون 15 عشرة هو اكتمال طبع المناهج بكل عناوينها نحن لغاية اليوم طبعا الشاحنات كل المحافظات علمنا في مخازن نزار التربية كل المديريات مستمرة يوميا في الحصول على الكتب المطبوعة حديثا وإيصالها إلى المخازن وتوزيحها مباشر نتوقع إن شاء الله في حد أعلى الأسبوع القادم يكتمل أيضا المدارس الثانوية بنسبة 100% إن شاء الله مثل ما اكتملت الدراسة الابتدائية نعم طبعا تدري أستاذ البديري يعني هذا تفضلت جزئيات مهمة جدا تفضلت أنه سيد رئيس مجلس الوزراء متابع للموضوع القضية ليست قضية وزارة بقدر ما هو مجلس الوزراء يعني معني ومتابع مواكب للقضية هناك زيارات ميدانية للسيد رئيس مجلس الوزراء كل جيد ولكن من نلتفت ونشوف أنه التقصير إلى اليوم ما تم المنهج بشكل كامل وإحنا ببلد مثل العراق أبدا ما يشكو من مشكلة مالية ولا يشكو من مشكلة اقتصادية فهذا يعني مشكلة حقيقة وما إلها جواب لذلك يعني نقف عند هذه الجزئية أسأل جنابك أستاذ البديري شنو عدتكم مشكلة ويا المتعينين جدة دمرتوهم فريتوهم بالأقضية والنواحي مجرد ما إجي قرار تعيينهم كلهم النقلوا من مدارسهم وكلهم الذمروا بعموم المحافظات سواء بالنجف بكربلا بعموم المحافظات تم نقلهم لمناطق مختلفة يعني وجهة نظرك بهذا الموضوع وهذا الملف أكيد أستاذ مصطفى أكيد جنابك يعرف الظوابط والتعليمات لكن سؤالك للمشاهدين أن يعني أكيد طرع عليك هذا سؤال لكن جنابك يعلم أن كل المتعينين الجدد لابد أن يكون هناك خدمة في الريف خمس سنوات هذا نظام معمول به من السابق وكل المتعينين بعمرنا أو قبلنا أو بعدنا الكل قدموا في الريف لهذه الفترات كان في السابق ثلاث سنوات بعدين عدل إلى خمس سنوات في سبيل سد الشواغر في الأقضية والنواحي والمناطق النائية وإلا لو لا هذا الإجراء لما كان أحد يوافق أن يقدم في المناتق النائية طبعا هناك أيضا طروحات تحدث عنها معالي وزير التربية وإن شاء الله تعرض في المستقبل على هيئات الرأي وأيضا أنا أضع هذه النقطة ماما سيد نقيب المعلمين أنه يتحدث في هذا الموضوع أن تعطى بعض الأولويات لمن يخدم في المناتق النائية والمناطق الريفية كزيادة مخصصات أو مضاعفة خدمة أو شيء آخر بحيث يجعل هناك من يرغب أن يخدم في الريف لكن بعض توادركم يقول إحنا أصلا بالأقضية والنواحي أستاذ البدياري إحنا أصلا بالأقضية والنواحي ونقلونا للمركز بعضهم هي شي صاير هي شي حالة لا لا أبدا 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 لا لا أستاذ البدياري أسمح لي العفو أنا أحتي لك من حالة يعني يعني شكاء وصلتنا من عرفة والموضوع يتخص التربية مجموعة طلبات هذه واحدة منها من حالة معينة وأحتي لكها بكربلاء صارت للأمانة أستاذ مصطفى أحتي لك أنا زرت يعني بعض المدارس في الحيدرية التي تعتبر بالنسبة للنجس منطقة نائية أو بعيدة تبعد نصف ساعة الملاك الملاك المجلسة بالمدارسة 30 ملاك وانا كنت محتاجة العشرة العشرة اللي رغبه أنه يبقون بالريف هم من أهل النجس من مركز النجس هم اللي قالوا وحنا نبقى عشرة والعشرين البقية قالوا وحنا نطلع نتكلف إلى المدينة يعني أكوى رغبة لمن يريد أن يخدم في الريف لكن للأمانة أقول مع وزير التربية متابع لهذا اليوم أرسل لنا كتاب بهذا الخصوص الخصوص التسويات أنه لاهتمام بأن يكون سد شواغر في المناطق الريفية والنائية أولا ومن ثم توزيع الملاكات لكن الذي يفرح هنا كثيرا أنه نجد متعين هو يرغب في الريف أو بيته في مناطق نائية أو بيته سكنه في ناحية أو في قضاء قريب من مدرسة ويستقر فيها نعم طبعا أثير هذه النقطة أستاذ ربما يعني هسا معرف صارها بشكل ربما بشكل غير مقصود هذه القضية ولا هي واقعية لذلك أثير جنابك لمتابعة هذا الملف لأنه حدث مثل هذا وأطلب من جنابك متابعته أنا ما أقول حتى أنا غادر هذه النقطة من عرض هذا الموضوع أنا أطلب إذا يشاهدون أنه يتوجه للأخ عباد السلطاني والشخص يعني إنسان محترام مدير عام تربية تربلاء وأكيد ما يقبل فيها تعتبر خلل إداري هذا خلل بهذا يعني بهذه الحالة هو يكون خلل بالنسبة للقرار هذا أكيدا أجراء إن كان موجود فهو أجراء خاف أنا أقول شخص صريف وينقل لمدينة مستحيل نعم إذن هي دعوة لمن قدم لنا الشكوى أن يتجه بها لمديرية التربية في كربلا وأنتقل لأستاذ عباس السوداني واليوم ما أدري ظلمك النات إحنا ما أدري إلك وقت أن نتعلق وأسألت جنابك أنه دور النقابة إذا ما شخصت مشكلات معينة فضلت حضرتك من البداية قلت إحنا مشخصين لهذه المشكلات الكبيرة الأستاذ البدياري يتحدث عن أنه مو كل اللي تشوفونها من مشاكل هي مشكلة وزارة أو مديريات عامة مديريات عامة بقدر هي مجموعة مشكلات أيضا أسأل جنابك أنه في ظل هذا الواقع دائما تتكرر ذات المشكلات كنقابة معلمين كيف تشخصون حلا لهذه المشكلات حتى نغادر مسألة يبدو الدوام وراء شهر أكثر أقل والمنهج ما كامل أيضا الازدواج في الدوام فضل حضرتك طبيعي نتكلم وحتى نظلم وزارة التربية لأن وزارة التربية أكيد إذا كان السيد معالج وزير التربية أو السادة الأخوة مدراء العامين أو السادة الوكلاء أكيد ريدوني نجحون بعملهم وقدموا العطاء إلى الشعب العراق خاصة الأبناء العراق ولكن المشكلة لم تعالج أحنا نقول كل سنة تتأخر طبعة الكتب طبعة الكتب أنا ذكرت من قطع الصراحة الانتصال الموازنة دائما بتأخر بإقرارها من قبل المشاكل السياسية الموجودة في البلد وهذا تأثير سلبي على وزاة التربية أساسا هذه مشكلة تقريبا تتكرر إلا أنه هالآن هنا السؤال المهم أنه السنتين جاية ما رح نعاني هاي المشكلة هذا المهم نعم أكيد ما رح نعاني وزاة التربية من هذه المشكلة لأنه يكون تحضير قبل الوقت يكون هناك وقت إعداد طبعة الكتب وهذا طبعا أكيد يعني يراد لوقت طبعة الكتب وتجهيز الكتب ومسمح نقلها إلى المخازن وزاة التربية وسمح إلى المدارس هذا كل وقت أنا ذكر الأستاذ مردام وجنابك الكريم موضوع مهم جدا في حيث الأهمية وأستاذ مردام فعلق على هذا الموضوع هو قضية المناطق النائية طبعا أنا شخصيا قدمت مشروع هذا المشروع تحدثت به مع دولة رئيس الوزراء أستاذ محمد الشاعر السوداني بخصوص كيفية جعل المناطق النائية والريفية والبعيدة على المدن مناطق جاذبة وليس طاردة لأنه خلنا تكلم بالواقع أستاذ مردام أعتقد يأيدنا بهذا الأمر المدراء العامين هناك لغوطات عليهم على الوزير على معاة الوزير على الوكلاة على جميع الشخص صاحب قرار في وزاعة التربية بخصوص التسويات التي تعملها المدريات العامة في بداية كل عام وهناك هناك ضغوطات من قبل المسؤولين حتى أنه أحد الأخوة المحافظين وأعتقده محافظ نينوى شيكا من هذه الحالة لأنه التسوية إذا نفتر عدد معين نقول مئة معلم أو مئة مدرس الضغوطات من المسؤولين يمكن يطبق على خمسة أو عشر أشخاص أو بالكثير خمسة وعشرين شخص والباقي بسبب الضغوطات على الأخوة مدراء العاملين وحتى على وزاعة التربية ونب تتم هذه التسوية بشكل صحيح ومثل ما نخطط عليه من قبل الأخوة المشرفين الذين يعدون هذه التسويات هذا واقع نحن اليوم كيف نغادر هذه المشكلة وهي مشكلة طبعا يعني مشكلة عقيمة نعم فقدمت هذا المشروع هو هذا المشروع أمام دولة رئيس الوزراء وبالتالي أحال هذا المشروع إلى الأخوة اللجنة التربية والتعليف في مجلس الوزراء وحدثت هناك اجتماعات جرت اجتماعات ما بين النقابة وبين هذه اللجنة نعم وتوصلنا إلى حل بخصوص هذا الموضوع هو إضافة ستة أشهر الخدمة لغرض التقاعد والترفيع والعلاوة اللي يعملون في الأطراف أو المناطق النائية وشيط يكون خدمتهم أكثر من خمس سنوات الأسهل الشديد رفع هذا التقرير ولحد هذه اللحظة من أي وقت تم رفع التقرير على دولة رئيس الوزراء نعم أقول من أي وقت قدمت التقرير حضرتك للمجلس الوزراء ماذا كنت قد تستغرق إلى الآن يعني تقريبا تكلمت مع دولة رئيس الوزراء في 15-15-2022 وبدأت بعد تقريبا بداية العام هذه الاجتماعات وانتهت بتوصيات جيدة يعني فرح الشارع التربوي بهذا الأمر ولكن أسهل الشديد لحد هذه 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 التوصيات تم تخدم أو تعرض أمام دولة رئيس الوزراء وأيضا لا ننسى أنه مضاعفة أجور النفل حتى أنه تصبح هذه المناطب طبعا جاذبة وليس طاردة بالمناسبة وهذا لا يخالف القانون هناك رأي قانون رأي قانون من وزاعة التربية لا اعتراض على هكذا أمر وبالتالي حقيقة استوى في الموضوع يعني مع الأسف يعني اليوم نريد أن نعمل يعني نقدم فكر نقدم حلول لبعض المشاكل ولكن الأسف الشديد المشؤول أدنى صاغي نحب القرار لم يساعدنا أو بحال هذه المشكلة جميل جدا استاذ عباس أنا بودي أخذ أيضا وجهة نظرك باعتبار نحن نبحث عن الجو المناسب للمسيرة التعليمية وأيضا هيبة هذه المؤسسة المشكلات التي عادة تحصل أثناء الامتحانات الوزارية من أخبار عن تسرب أسئلة وعدم تسرب وطريقة التعامل مع الامتحان قطع الانترنت لساعات طويلة وكذا هذه الجزئيات كيف تتابعوها كنقابة معلمين باعتباركم مراقبين وتحرصون على الجو التعليمي بشكل صحيح أريد تعليقك بدقيقة استاذ عباس لا هدفت مشكلة العام الماضي بالأسئلة وطبعا انتخذت الإجراء بحق من قاموا بهذا العمل وبصراحة لا نظلم وزاة التربية وزاة التربية هذا العام كانت استعداد استعداد كبير جدا وحسب كل حسابات واعتقد انه استاذ مردان يأيد بهذا الكلام اذا كان هناك زيارات بيدانية متعبارات بيدانية ليلا ونهارا كانت صحيح عواقعا نجاح الانتحانات لهذا العام نجاح بشكل ملفت لأنه غادرنا قضية الكارثة اللي وقعت بها وزاة التربية العام الماضي وطبعا اكيد هاي جهود تبدأ وزير التربية اللي جدا دائما الانتحانات الاخوة الوكلاء الاخوة المدراء العامين الكل كانت كوادرنا التربية كل كانت ساهمة في سبيل يعني تصحيح الواقع اللي حدث العام الماضي واكيد نجحة وزاة التربية بهذا الامر وهنينا وزاة التربية وكنا متابعين متابع حثيشا مع الاخوة في وزاة التربية ابتداء من الوزير لكوادرنا التربية اسمح لك ننتقل للأستاذ البديري وأسأل جنابك سؤال الأخير طبعا هذا لماذا نشاهد عدم وجود أبسط الأشياء بكثير من المدارس يعني بنكة بعض المدارس أبسط مكان أيضا ما موجوده بعدد كبير من المدارس هذه الجزئيات وأيضا أسأل جنابك ليش دائما تتميز المدارس الخاصة الأهلية عن المدارس الحكومية بشكل يعني بون كبير بين المؤسسة التعليمية الخاصة والحكومية سؤال البديري طبعا سؤال مصطفى طبعا لأتحدث لك عن المدارس ليس كل المدارس الأهلية هي بالمستوى اللي يتحدث عنها كثير من المدارس الأهلية هي ليس بالمستوى المطلوب تمام وأيضا أنا أقول لك بعض المؤسسات التربوية الحكومية رائعة جدا أنا أقول لك وزايرها أقصد بشكل رائعة جدا وإن شاء الله هذا العام الملفت للنظر والمفرح جدا هناك انتقال كثير من الطلب من المدارس الأهلية ولمدارس الحكومية والله أنا أشعر السنة مدارسنا الحكومية يعني بشكل جيد ما تحدثت عنه من نقص بسيط في بعض الآثات تحدث عن مروحة عن آثات نعم هو تقصير موجود لكن التقصير سببه تقصيصات المالية اليوم بعد إقرار الموازنة طبعا هنا في النجف أعطينا سلف لمداراء المدارس وهذا حل أنا أعتبر حل جذري أنه مدير المدرسة يتسلف جزء بسيط معين بسلفة لسد هذه الاحتياجات لكن النجاح الأكيد والحقيقي هو بإدارة المدرسة دائما نقول كل نجاح يحصل هو ليس لمدير التربية وليس لكادر التربية هو لمدير المدرسة جنابك ولاح عباس يعلم أن هناك العديد من المدارس في ظل هذه الظروف هي مدارس جيدة والبعض منها غير جيدة تحياتنا لكل من يعمل بجهد من يعمل بإخلاص من يعمل في رد الأمانة رد الأمانة بالشكل الصحيح ويقول لله سبحانه وتعالى أنه أنا أبرأت الذمة من هذه الطلبة والطالبات الذين في عنقي هذا هو النجاح الحقيقي لكل شخص في وزارة التربية نعم هي الدعوة لجنابك وأنتوا طبعا أكيد عاملين بها لكن حث جنابكم ومن خلال جنابك لكل المدراء العامين في عمول محافظات وأيضا أستاذ عباس سوداني كنقابة معالمين بزيارات الميدانية الدائمة لمدارسنا والاطلاع عليها لمعالجة هذه الأشياء بشكل ميدان ممتن جدا الأستاذ مردان مدير عام تربية النجف الأشف ممتن جدا من حضرتك وما تفضلت وأيضا نقيب المعلمين العراقين الأستاذ عباس السوداني ممتن جدا من حضرتك كل الامتنان لجنابكم أحتذر عن وضع الإنترنت كان جدا سيء وأخذ من وقتنا تقريب قريب من ربع ساعة ممتن لكم وأيضا لكم أيها الكرام سادة الأحبة ختاما مني ومن أسرة العمل أجمل التحايا إلى المنطقة المترجم للقناة المترجم للقناة